اشتركوا في القناة وما اللقمة السائغة الاكتر بالنسبة للشفارة خذكم تبقاوا على بال من مواقف بحالة تشينا تقسم معكم دابا غادي تشوفوا معي واحد الفيديو قصير كيفاش كي سرقوا المرأة هي والطنوبل ديالها المرأة هي والطنوبل ديالها امام الملأ وقدام واحد السوبر مارشي يعني سرقة بطريقة فنية قدام الناس وبلا صدع وبلا هوات وبلا سيف وبلا زرواطة بلا فردي غادي تشوفوا معي هاد الفيديو قصير غادي تأكدوا اتعرفوا الطريقة وغادي تقسم معكم مواقف اخرى لان الناس النية في هذا الزمان هذا خصة ما تبقاش علاش لان تيقى ما بقاش بزاف من تكون في الزنقة دائما تكون على بال خاصة النساء اقولوا هو اكرروا علاش لان النساء من طبيعة ديالهم كيمشيوا بدك حسن نية وكيتجاوبوا مع الناس اذا هنا كيكون لقمة سائغة الاول بالنسبة للشفار هي المرأة لانها فيها ذاك النية الصافية ديالها وذاك الطيبوبة ديالها زائد انها جنس مثلا في المقاومة حتى ولستدعى الامر انا غادي تقاوم فهو هاد يقدر يغلبها واكتري لك لجد الناس شوفوا معايا هاد الفيديو قصير باش تفهموا شنو بغي نقول شنو بغي نوصل من هاد الفيديو هادا باش لإنسان يرد بالو تفضلوا شوفوا معايا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او كيف يتوقفوا معايا هاد الفيديو الصادم باش نزيد نقربكم كتر ونفهمكم كتر شنو قاح واحد السيدة تحدث خرجها من السوبر مارشي ب smeك الكارو ركبت في الصندوق جوجوج واحد وحد هذا الكليوموجين في نفسه خبيعها مورا واحد جأ باش ياخد الكارو ديال السوبر منعها عندها باز زا ما غذي مشي تسخر به جا كيف ما اشوفوا في الفيديو واحد يركب اللور هي غدي تقول له اش دي كدير سطلع الدير عندي هنا يا اهو غدي رشي لها كلموجين غدي رشي لها كلموجين غدي تضخ عيشي التاني غدي يركب من الجهة دياله ويسيبوها اللور ديال الطانوبيل ويصوقو بطانوبيل عيديو الطانوبيل والمرأة هي بكل شي دياله يعلم الله اش انه غدي دورو فيها من هاد الموقف هذا يعني طريقة حقيرة انهم غي سرقو مرأة كاملة بطانوبيل دياله وامام الملأ طريقة فنية اذا هنا كان خاص هاد السيدة تكون على بال في موقف بحال هذا وفي موقف بزاف ماشية موقف بحال هذا كيدا الطرق متعددة كيفش ان الشفارة اللي كيستعملوها باش يسرق لك طانوبيل او لديك انتو الطانوبيل او لديك ليف الطانوبيل طرق كتيرة ومتعددة انا ناخدو على سبيل المثال اي واحد الفيديو قصير ومثلا بحلق الفيديو اللي هتشوفوا معي ده كي ما هتشوفوا مع هاد اللقطة هدي شوفوا معي لاحظتوا معي الموقف كيفش دار كي يجي وجيش في الموتور ووقفوه قدام طانوبيل كي يقولوا له شي حاجة عندك في الرويدة باش كي يجي واحد من اللور كي يسرق ذاك شي اللي في الطانوبيل ما بقى تخدمني يا الاخوان ما بقى تخدم دك دنيا هانية البراني دائما تكون على بال معه في مواقف متعددة من يكون صايك طانوبيل ديالك في اي مواقف من المواقف دائما تبقى على بال ودائما كنت قسمه معكم في مواقف حلكة بالنسبة للجرية المغربية بصفة عملية تكون هوادة للمغرب الاشياء اللي ممكن توقع لها في الطريق سواء في اسبانيا او لا في المغرب او لا لان الطرق ديال النصب والاحتيار والسرقة متعددة ببار ديالك الطرق اللي كيستعملوا العنف كيهرسوا الجاجة وكيديوا اللي في الساك ولا هذيك طرق كاملة هذيك راح نعرفين ولكن دبا كيهن طرق فنية كينو واحد نار شوفت انا واحد الشخص كيتسرق بوحد طريقة فنية كييجي انتان كتكون خارج بالسوبر مارشي كتحط لحواج ديالك كتركف الطانوبيل ديالك كتحول الساك قدامك كتغي تدمار الطانوبيل كيجي واحد وكيضربك من اللور بالكارو ديال ديال السوبر متلا كتنزل انت تشوف شنوا واقع كييجي هو من اللور وكيديلك الساك وكيبشي بحاله يعني هنا كيحاول انتريتينيرك يعني وقفك ولهيك باش انت تشوف شنوا واقع باش هو يدوز من اللور ويديلك الساك ديالك وحدد ولا حرج في الطرق الفنية ديال السارقة لولاد خاصة لاصحاب السيارات بصفة عامة كنتكلم ماشي فقط في اسبانيا هادش ممكن يوقع لك في اي بلاد ديالك النية الزيدة مع البراني ما بقتش خدامة دائما كن حاضر دائما كن على بال دائما ديال الاحتياطات ديالك دائما عرف شنو غادي تدير قبل ما تدير اي خطوة زل تيم طونوبيل سورت غادي تشي واحد يقولك شي حاجة ما تيقوش لانا ما كتعرفوش اذا هنا خاص الانسان يكون على بال لان هادش دا غادي وكيتزاد وكيتطور هم دا بس سراقين الشفرة دائما كيتطور في الطرق الفنية دا بهوما كي مشتو سرقو مراء طونوبيل من امام الملاء بلا صدع بلا قطرة دم بلا غوات بلا والو يعني واحد ركف الطونوبيل من اللور هي غادي تقول له اش طالع ديف الطونوبيل ديالي هو غادي لفشت كليموجين غادي تدخل المراء عجي واحد من الباب عيسي بها اللور عتجلس مع الاخر اللور هو غادي سوق باخر بحال ما كينوالو حتى يمشيوا البلاس اللي عندهم الغراض فيها وغادي يقضيوا الاغراض ديالهم من هادش هدا اذا هادش خاطر وماشي سهل وما خاش لانسان يدوز عارك ويسمع الهضرة ويزود ويدوز يعني هادي الطريقة كثير من الطريقة التانية انه بسلا كيوريك يقول لك راشي حجر ويضام تقوبة ولا وهدي كانو كيستعملو هاته هنا في اسبانيا عار هوية مؤخرا هنا كتروا الكاميرات وكتروا الكنترول يعني ربما بدتك تنقص شيئا فشيئا واغلبية اللي كانو كيستعملو هاته هدي هما ذاك الرومانوس والالبانيين ولا ديال اوروبا الشرقية اللي كيعيش هنا في اسبانيا اذا اخوالي اخوالي اخوات النية بصفة عامة في مواقف بحالك ما خدماش مع البراني ما كتعرفوش دائما الاسان يكون غادي رد بالو حاط كل خطوة اكي حط رجلو فيها يعرف فيك نحط رجلو فيها وانما كينا واحد طريقة واحدة اخراج وتاني تكون تردوا بلكم منها ربما احفش مواقف بحال هذا تقدر تكون غادي تخرج لوس من البانكة مثلا كيستعملو هاشفارة بزاف انت كتقف القيشي كتدخل طرخيطة ديالك كتخرج لوس من البانكة اللحظة اللي غادي تخرج الفلوس كيجي واحد وكيقسك من اللور بحالك يسوي لك شي حاجة هو كيسوي لك كي يلهيك كيجي واحد اخو في اللحظة اللي غاخر الفلوس كيجي مش جناب ديالك وكي تدي الفلوس انت كتصدر معك تقول له كيصور لشي شارع كتقول له سر نيشان ولا دور على اليمين ولا كيجي الاخر وكي تديلك الفلوس بزاف ديال الطرق الاخوان خاص الانسان يكون كيرود البال دياله منها في هات الزمن هذا لان الامر صعب ولا مول نيامسكين كي تجي فيه واللول وكيما اشتو نسابة صفة عامة مساكنهم واللي كيكونوا ضحية اكثر من الرجال لان كيما قلنا يعني فيهم ديك النية فيهم ديك طيبوبة وزائد ان عنصر المقاومة عندهم قليل بالنسبة للوحد الشفار اي فضل يسرق المرأة على انه يسرق رجل لان لا يسرق رجل رجل ربما يقاوم ربما غد يقدر يداف على رأسه اذا هدا علش قدكم انا اي واحد شاف هاد الفيديو يساهم في البرتاج دياله لان فيه واحد نسبة كبيرة من التوعية اللي انقدروا نعتقوا بها ناس خارين اللي ممكن يطيحوا في مواقف بحال هاد المواقف اللي تقسمت معكم دباء واللي تكلمنا عليها الاخوان كنظن ان الرسالة رها وصلت ولا باش تتوصل كثرة ساهموا باللايك بزاف والبرتاج ان شاء الله كي يتصل الرسالة لجميع ورحب كما العادة بكل مشترك جديد حتى الفيديو القديم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته